بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بإيكم معاكم مستر أحمد الباشا وإن شاء الله نبدأ مع بعض لسن 2 في كونسيبت 1 إحنا عندنا كلمتين مهمين في الدرس ده اللي هي بايوتيك فاكتور إحنا نتكلم عنه النهاردة خلنا في البداية نتكلم عن الادابتيشن وإن في الدرس اللي فات شرحنا إن فيه استراكشور الادابتيشن وفيه بيهيفيور الادابتيشن تعال نشوف الاستراكشور الادابتيشن في بعض الكائنات يقول لي مثلا ده يعني هنا بنراجع على اللي احنا قلنا قبل كده وبنكمل كلامنا إن مثلا أركاتيك انفيرومنت في البيئة اللي هي الأركاتيك فيه حيوانات زي أركاتيك فوكس ده بيكون عنده ثيك وايد فور طب ليه تغور مبادي هل بقى كل البيئات كل الانفيرومنتز زي بعض قال لي لأ فيه تروبيكال رينفورست ده بيكون فيها مثلا كائنات زي البيزن دارت فوج ده على فكرة سامة جدا ليه بقى لونها ملون كده لأن احنا قلنا إن هي في تروبيكال هي بيئة استوائية أو بيئة فيها أشجار وألوان كتير فيها كائنا كتير ووردة وكده ثم ملونة طبعا ده لي البيئة الصحراوية مثلا فيها ليزرد الكافر بتاعها بيكون ساندي كالرد سكيلز بيكون فيه كشور كده لونها لون الرمل عشان تعمل هايد برضه يبقى كل بيئة ليه الحيوانات بتاعتها والحيوان نفسه بيكون الجسم بتاعه مناسب للبيئة دي طب هل النباتات نفس الكلام قال لي آه النباتات اللي في الصحرا بيكون عندها صفات تحميها برضه وتخليها تعيش بشكل أفضل بلانس ان ديزرت انفيرومنت زي مثلا ايجيبس ووستر نزرت في عندنا اكيشيتري اوبينتيا سبايني شرامب او شاربس كل دي انواع من النباتات يعني بيقول لي هنا الألبتيشن اغلب النباتات دي او اغلب الكائنات دي وميازة بالقاتي ان الساينز بتاعها اغلبهم بيكون small and herbal والنباتات صغيرة صغيرة دي عم تحتاج شمال كتير الروتس بتاعتها او الجزور بتكون عميقة ماشي roots most of them have short extended roots near earth surface to draw any available order يعني بتكون على فكرة بيكون لها عمك شوية وبرضو بتكون منتشرة على سطح الارض خلي بالك ان هي النقطة دي مهمة ان هي بتلاقيها منتشرة كده منتشرة دي لان اي نسبة مية موجودة هي بتحاول تحصل عليها leaves اللي هي الاوراق some of them have thick leaves to store water بعضهم بيخزن المية stem some of them have thick stem to store water الاستيم اللي هو الالصاق اللي بقى شارن الشجر دي الهاوسها النخلة عريضة شوية عشان تخزن ايه مية كتيرة some of them have thorns بعضهم فيه اشواك to protect a them كل كائن مناسب للبيئة اللي هو فيها ايه بقى مفهوم biotic factor وايه معناه وايه الفرق بينه وبين abiotic factor في البداية بيعرفني ان الايكو سيستم او مكان المعيشة او النظام البيئي ممكن يكون نظام بيئي صغير مثلا زي الجنينة دي ممكن يكون small ecosystem such as area of land between building contain grass and insects and weeds يعني منطقة كده مباني فيها بعض الاشجار او بعض الزرع والاشجار وبس ده كده نظام بيئي فيه بقى بقيه ان انت ممكن تكون شاهد السورة دي نافيه شوهات زرع والقاوس لا يكون فيها بعض الدود فيها بعض مثلا الفلاي او ممكن يكون large ecosystem يكون منطقة كبيرة جدا فيها غزلان مثلا فيها طيور دي منطقة كبيرة منطقة الثانية deve تستطيع شكل خلال مكبر يكون في أغزائها كل الكائنات تستطيع ذلك تستمتع منى بعضها النوع الغزلان ده نوع غريب كده اسمه كريبه ماشي اللي هو الغزالة اللي بقى ليه كده بيجيه في المسلسلات والأفلام اللي هي الأجنبية بيبقى في ايه اللي بقى عايش في التالج كده بقى له غزال كده او شكل غزال مميز او كده قصده هنا فيه large ecosystem يعني طيب اي ecosystem من دول او بصينا لده او ده بيكون فيه حاجتين فيه الكائنات الحية زي مثلا الانسكتز زي البلانت النباتات زي مثلا فيه فور مثلا رات ماشي فيه كات دي living organisms وفيه بقى عوامل تانية مش living organisms زي الشمس وانتو ناسين ان الصورة دي فيها sunlight فيها ضوء الشمس ناسين ان الصورة دي فيها اير فيها هوا ماشي الله ده فيه شمس وفيه هوا من غير الشمس ومن غير الهوا ما كانش الصورة دي تقم موجودة اصلا لان الاير والسون هم واحد من او هي عوامل مهمة جدا عوامل مهمة جدا لحركة الكائنات ان الكائنات تعيش بيقولي هنا فيه حاجة اسمها بايوتيك فاكتور the living organism the human animal and plant يعني الحيوانات دي اللي عايشة والطيور اللي بتطير والكلام ده دي اسمها بايوتيك الايه بايوتيك فاكتورز زي sun light زي air زي water زي soil temperature precipitation الأمطار درجة الحرارة المياه كل دي كائنات غير حية يبقى في العموم احنا عندنا كائنات حية وكائنات غير حية الكائنات الحية احنا كنا زمان بنسميها living organisms هنديها مصطلح جديد هنسميها biotic factor يبقى انا لما اجسالك ايه هو البيوتك فاكتور قولي البيوتك فاكتوري بتاني مستر هو الكائنات الحية يعني انا لو روحت بسا حادثة الحيوان بلاقي في حادثة الحيوان دي حيوانات كل دي بايوتيك فاكتورز او كائنات او بايولوجي جاي من بايولوجي يعني كائنات حية خلاص ايه بقى الايه بايوتيك اللي هي الكائنات غير الحية ماشي كائنات غير ايه حية الايه بايوتيك فاكتور دي نون لفنك ودايما بيتكون الاتنين معتمدين على بعض ماشي يعني مثلا النباد ده دور الشمس ده هو دايما معتمد على الشمس اتبع الشمس ديه السن ديه كائنا خير حي وده نسميها ايه بايوتيك فاكتور ده كائنا حي بايوتيك بايوتيك ياين بايولوجي يقولي هنا إذا نحن التاريخ يجب في جهاز في البأكتين في ايضاً الوافع الصدر ما يحلون بالوضع وخلك تر сколькоكبات ديلي في بعض المن trouver البلادية في بعض المنزلة الفضوليني يجبون العباء الفضولي يتعبون عليه سيخطة للمنزل في سبق البلدية تفتكر ان الشمس هي مفيدة طول الوقت ممكن لو الشمس دي كثير قوي او حادة قوي على النبات ممكن تحرقه وبالتالي ان النباتات اللي هي البيوتك فاكتور بيوتك يعني كائن حي زي الانيبل زي البيلان زي الهومن معتمد على البيوتك فالكائن نفسه بيعتمد على الطبيعة الطبيعة زي قصدي الشمس الهوى المية كل دي البيوتك فاكتور انما البيوتك فاكتور هو الكائنات نفسها the effect of البيوتك فاكتور زي هقول تاني زي ال sun زي ال air زي ال temperature on adaptation تب تخيل معي ان المية دي شديدة جدا وده ايه بيعتك فاكتور والشمس شديدة جدا والرياح شديدة جدا هالي الكائنات دي هتعف تعيش لا تب لو مناسبة جدا لو المية جميلة والجو حلو هالكائنات دي هتعيش بشكل افضل يبقى الي هنا water and light are considered the most important factors for adaptation المية والضوء يعتبروا من اهم العوامل اللي بتأثر على adaptation living organisms make adaptation according to availability or limitation of water and light living organisms بتتحدد التكايف بتاعهم على وجود المية او نضرتها if living organisms can get water can survive لو مقدرش يحصل على water it can't survive الموضوع بسط جدا حلو ايه طبعا هنا بيقول بيفكرني ان desert بتكون فيها extreme environment in earth يعني بيكون جو حر جدا ويكون مفيش water تعالي اتكلم عن the hot deserts they have little amount of ground water far blue ground surface يعني المية عميقة جدا النبات ما بعحش يوصل الى اصلا small pools of water are formed inside rocks during rain that falls for short period of time يكون في بعض الاماكن تجمعات من الايه المياه بعض النباتات دي بيكون عندها روتس كبيرة انها توصل للمية دي some plants which live in this environment have two long roots to get deep ground water ولكن بعض التاني في نباتات تانية ما عندهاش القدرة انها توصل لتحت other plants have short extended roots near surface of earth to catch small drops of dew وبالتالي انا بتوصلش للمية العميقة دي ولكن بتحصل على المية بتاعتها من الجو ايه؟ الجو نفسه ده بالنسبة الاماكن الحارة الاماكن الباردة الانتراكت كما مثلا بيكون الجو فيها بيوصل تحت السفر temperature ممكن توصل لدرجات حرارة مخفضة جدا ماشي؟ فهو هنا بيورديني التنوع في البيئات يعني هل اللايت مهم؟ هل اللايت مهم جدا والضوء مهم جدا وكمية الضوء كمان وكمية الحرارة مناسبة يعني ماينفعش انت تيجي تولي النهار سيب النباتات في الشمس وشمس حريقة وتقول لي النبات ده هينمو بشكل كويس لا بالعكس لا ممكن يتأثر بالحرارة ايه؟ فلازم انه يكون درجة الحرارة والشمس تكون ايه؟ ويكون مناسبة عشان النبات ما يتضررش بيقول لي هنا The plant's growth is affected by intensity أو quality of light can affect plant growth الميت الضوء ممكن تأثر على نمو النباتات during duration of light which mean amount of time that plant is exposed to light affect plant growth انت لو عندك زرعة بتشوف الشمس اغلب اليوم هتنمو بشكل كويس لو ما بتشوفش الشمس مش تنمو Some flowering plants may peer fruits بعض النباتات الزهرية بعضها بينتج fruits When days are longer than night يعني يكون النهار اطول من الليل But there are some other flowering plants can grow and reproduce when day is shorter سبحان الله في بعض النباتات بتحب النهار يكون اطول وفي بعضهم بيحب النهار يكون اصر مهم جدا انك تسمعوا الفيديو اكتر من مرة علشان تستفيدوا متمنى لكم يا رب كل التوفيق والنجاح كنت معاكم مستر احمد البشا باي باي موسيقى